السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم ارجو ان تكونوا بافضل حال في هذه الحلقة ان شاء الله سوف اقوم بشرح اه كيفية فتح متجر على موقع الموقع الغني عن التعريف تحدثت على الموقع كثيرا في بعض الدروس السابقة ضمن دورة امازون كي دي بي الموقع باختصار بعجال لمن لا يعرفه موقع للمصممين سواء كنت اه تبحث عن تصاميم او عن مصادر لتصاميمك سواء كانت خطوط او صور او غير ذلك او كنت انت مصمما وتريد ان تبيع تصاميمك وتبحث عن منصة فيها ترافيك كبير لبيع تصاميمك طبعا تحدثت عن موقع كما قلت باستفادة في حلقة سابقة لكن اذا اردت ان تشتري من تصاميم الان في هذه الحلقة ان شاء الله ساقوم بشرح كيفية استفيد من هذا الموقع تنشئ فيه متجر وتبيع فيه تصاميمك تصاميمك خصوصا للناس الذين يعملون على امازون كي دي بي يمكن ان تنشر الكتب التي تصميمها وترفعها ايضا في متجرك هنا على كريتي فابريكا وتبيعها للناس وتكسب منها فيكون ربحك مضاعفا هنا هناك طبعا من باب تكثير الدخل السلبي على الانترنت طبعا الحلقة جاءت بعض الطلب من كثير من الاخوة بعدما قمت بالتحدث عن الدرس المنصري قبل اسبوعين هذا الدرس الذي ترونه معي مجالات واعدة للعمل على الانترنت من المنزل في 2022 دخل السلبي بدون رأسمال وذكرت من بينما ذكرت من مجالات مجال الديجيتل برودكت وقلت انه يمكن ان تستغل منصة كريتي فابريكا لانشاء يعني او لنشر الانتيريوز الخاصة بك والتصميم الخاصة بك عوما وتربح فيها وانا فعلا هذا ما اقوم به شخصيا انا عندي متجر على موقع كريتي فابريكا كما سأريكم الان تلاحظون هذه فيه هي ارباحي لشهر تقريبا يعني اواخر ديسمبر وهذه الفترة من يناير يعني تقريبا ارباح شهر او يزيد ببعض الايام وكريتي فابريكا عموما يمكن ان تعمل فيه عن طريق طريقين الطريق الاخر الافيلة ماركتينج ايضا يعني يمكن ان تعمل كمصمم تبيع تصاميمك ويمكن ان تعمل كافيلة ماركتر يعني كمحيل طبعا تنشر تصاميمك ان تنشر تصاميم اخرى على موقع السوشال ميديا برابط خاص بك ثم كل من يشترى تأخذ انت عمولة فيمكن ان تنشر تصاميمك ويشتريها منك الناس فتأخذ اجر التصميم واجر العمولة ايضا فالحقيقة موقع رائع جدا وكما حدثتكم منذ فترة الموقع فيه ترافيك كبير جدا اذا بحثنا هنا في سوف نجد انه يدخله يعني الملايين في الشهر يعني ست مليون شخص في الشهر هذا ترافيك كبير جدا دون اوضي لعليكم الان في هذا الدرس سأريكم كيف تقومون بانشاء متجركم او متجر على كريتيف فابريكا ماذا يتطلب الامر فلنبدأ على بركة الله وشكرا لكم وسبقا على المتابعة اذا بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله طبعا اذا فتحنا موقع كريتيف فابريكا سوف يعني تتسجل بشكل عادي طبعا تلاحظ في الاعلى هنا يعني التسجيل فتح حساب وهو مجاني طبعا او لوغين ان كان ذلك حساب سابق او نحن سنذهب لأوبن ستور يعني فتح متجر سنقوم بالطغط على ثم سيعطيك التسجيل لانه يجب ان يكون لديك حساب اذا قمت بالطغط على هنا سيعطيني يعني مكان الدخول يجب ان يكون ذلك حساب اولا على كريتيف فابريكا ثم انطلاقا من هذا الحساب ستنشي المتجر ستسجل بي احد حسابات جوجل طبعا انا عندي متجر بحساب الحساب الاول ستسجل سوف ادخل بحساب اخر سادخل مثلا بيعني هذا الحساب هنا طبعا الا ما يكون ذلك حساب ستنشي حساب من الاول يعني من 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 الصفر بسيط جدا معلومات الايميل كل شيء يعيدني الى صفحة الشوب ثم اضغط عليها مجددا سيأخذني الى معلومات الحساب عندي هنا الذي ساقوم بعملي الان تلاحظون الولد صفر دولار ليس في اشياء الان ساضغط على هذه طبعا يقول لك اريوة ديزاينر ستار سيلن يورك تداي اون كريتيف فابريكا كذب بطن الاخره يعني حول حسابي من حساب عادي مجرد شخص يمكن ان يعمل عن طريق او ان يشتري الى حساب ديزاينر يعني مصمم وبالتالي سافتح شوب سأضغط على ترن ماي اكاون طبعا سيعطيني هذه الليستة هنا بسيطة كما تلاحظون معي املأها ثم اضغط على لكن هناك شيء مهم يجب ان تتوفر عليه لكي يتم قبول طلبك اذا لم يكن لديك هذا الشيء فلن يتم قبول طلبك مفهوم انا عن نفسي تسجلت في المرة الاولى ولم يتم قبول طلبي فاعدت صياغة القضية ما تعلق بالبورتفوليو سنأتي عليها عدت صياغة البورتفوليو الخاص بي بشكل جيد وتم قبول طلبه في المرة الثانية طبعا هذه لا نحتاج الشرحها تدخل اسمك الكامل هنا اذا اردت ان يكون لك اسم خاص على المنصة اسم يعني اسم مصمم تدخله هو يفضل ان يكون لذلك تفكر في اسم ثم هنا ستضع لهم نفس الرابط الذي سنضعه في الخانة الرابعة ممتاز طيب ما هو البورتفوليو وكيف يكون لذلك بورتفوليو طيب انت الان لديك مجموعة من التصاميم اتحدث مثلا على سبيل المثال شخص يعمل على امازون كي دي بي كشخصي وكالعزاء المشاهدين او اكثر اكثرهم طيب انت بلا شك خمت بانشاء مجموعة كبيرة من يعني الداخلية للكتاب هذا هو البورتفوليو الخاص بك هي عندك في الحاسوب تحتاج ان ترتبها وتنظمها وتضعها في موقع يكون عبارة عن ثم تضع هنا طيب اين هذا الموقع عندي موقع هنا اسمه موقع مجاني تفتح فيه ستور خاص بك وتضع فيه منتجاتك هذا موضع له للاصل ثم تنشر هذه المنتجات في البلوغز او تأتي بالترافك لكي تبيعها لكن الهدف من هذا الموقع بالنسبة لنا ليس لبيع انما فقط لكي يكون مثل بورتفوليو لنا كما طلب منا موقع كريتي فابريكا انا سأوريكم النموذج لانني انا فتحت ستور هنا واعتبرته كبورتفوليو وتسجلت بهذا الرابط الخاص بي على بيهب بيهب نموذج هناك نموذج اخر هو موقع اخر اذا احببت اذهب لي انا تسجل في بيهب لانه كان بسيط وسريع وجدت مشكلة في غامرود حينا اذن فجئت لهذا الموقع تلاحظون معي الان هذا هو البورتفوليو الخاص بي انشأت طبعا سهل جدا ان تنشئ على خاص بك وترفع في المنتجات وضعت صورة وضعت اسم وضعت اي شيء اي شيء اي شيء ثم كنت بنشر بعض الانتيريورز التي كنت يعني صممتها سابقا منذ سنوات منذ سنتين تقريبا وضعتها هنا وضعت لها ثمن رمزي كل شيء عندي هنا رمزي لا اريد ان ابيع هنا الان انا الغرض عندي من هذا المتجر هو انه بورتفوليو يعني الاشخاص الذين سيراجعون هذا الطلب في كرياتيف فابريكا سيرون المنتجات الخاصة بي وسيقولون هذا شخص مصمم فعلان هذا شخص لديه منتجات وسيقبلون الطلب الخاص بك فقمت بوضع مجموعة من الانتيريورز تلاحظنا هذا كتب للسدوك وصممت هذه يعني الثامب نيل بالفوتوشوب يمكن ان تنصممها بكانفا او باي شيء المهم هذا امر راجع لك انت لن افصل فيه لانه امر المفروض ان يكون بسيط ثم ارفعه ارفع الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس حاول ان ترفع على الاقل يعني تمانية تسعة كلما اكترت كلما كانت حدود قبولك جيدة لما انتهيت وضعت التمن كل شيء جلست تقريبا يومين الى ثلاثة ايام ثم اخذت رابط الستور الخاص بي ستأخذه هنا عندك ستجده هنا في هنا يورستور هذا الرابط الخاص بي وتأخذه فقط من خانة الوصف هنا ثم يعني تأخذه الى الشوب طبعا تضعه هنا وتضعه ايضا في البورتفوليو ونفس الشيء كان لديك شوب يعني موقع طبعا نحن ليس ادينا موقع فتقول لان عندي ستور ليس ادي موقع تضعه هنا اه ذلك الرابط وتضعه ايضا هنا ثم الامر المهم ايضا هو هذه الخانة الاخيرة التي هي عبارة عن خانة الطلب خانة طلب يعني كل شيء عن هاتين الخانتين او موقع وتضع فيه المنتجات ثم الرابط السبب مثل الطلب الذي يقدم لمرش باي امازون لكن هنا الحضور القبول كبير جدا يعني الاشخاص كثور يعملون على كريتف فبريكا ولديهم متجر فعلا على كريتف فبريكا تقول له لماذا تريد ان تضع في بريكا ديسكريبشن او عفوا اه رسالة قصيرة من ثلاثة اسطور اربعة اسطور خمس اسطور كل واحد يكتبها بالانجليزية يذهب واكتبها في جوجل ترانزليت بالعربية ان كنت تلقي الانجليزية قل له انا مصمم شغوف اريد كدا كدا ومنصتكم منصة رائعة وفيها ترافيك كبير واريد ان اعطي فرصة لتصاميم المهم التعبير يبقى لك طبعا لا تطلبوا مني ان اعطيكم تعبير او اي شيء هذا امر يجب ان تبدلوا فيه جودكم انتم ثم تكتبوها تضعوها هنا وفي اخر المطاف هنا هنا يعني ان كانت احالة ان كان شخص ما احالك على فتح الموقع اكتب اسمه هنا ان اردتم ان تكتبوا اسمي فاكتبوه ان اردت ان لا تكتب شيء لانها فقط يعني ليست ضرورية ثم تضغط على سيقول لك طلبك تم تسجيله بنجاح وسوف نرسلك وبعد تقريبا اظن طبعا يومين سينسيلون لك في الايميل الذي تسجلت به في الموقع بالقبول ان شاء الله ستقبل انتبعت هذه الخطوات التي ذكرتها لك ثم تبدأ برفع المحتويات كيف ذلك كيف ترفع المحتويات هذه قصة اخرى ان شاء الله نفرد حلقة ثانية لكيفية الرافع وكيفية ادخال الكلمات المفتاحية للمنتجات الخاصة بك على كريتيف فابريكا لكي يكون لك متجر ناجح على كريتيف فابريكا على غرار موقع امازون كديبي وتحصل منه ارباحا اضافية تعينك على امورك اذا هذا كل ما يتعلق بالعمر اخواني اخواتي هذه هي الامور المتعلقة بفتح متجر على كريتيف فابريكا وان شاء الله في حلقة ثانية نمر لكيفية رفع المنتجات وكيفية صياغات الديسكريبشن وكيفية الصياغ صياغ الملفات كيف سترفعها وما يتعلق بتلك الامور شكرا لكم على متابعتكم مسبقا دون ان اطيل عليكم والى ذات مقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته